ما هو دوافع هذا التقارب التركي الإيراني في هذا التوقيت؟ وما مصلحة تركيا منه؟ نعم مساء الخير للجميع أولاً يعني أنا لا أرى فعلاً أنه في مسألة تقارب أو تحول في مسار العلاقات التركية الإيرانية لأن المؤشرات في الأشهر الأخيرة كانت كلها تذهب بمنحة توتر تصاعد بين البلدين صحيح أنه في علاقات تجارية اقتصادية ربما في تنصيق إلى حد ما في الملف السوري لكن هناك أكثر من ملف في الأشهر الأخيرة ذهب بمنحة توتير العلاقات تحديداً موضوع كراباغ كما نعرف جميعاً السياسة الإيرانية التي اعتمدتها طهران في التعامل مع الملف في كراباغ وبعد ذلك في عنا نقطة في غاية الأهمية أن هذه الزيارة لم يواكبها أي مؤشر حول تحول حقيقي ملموس في العلاقات ربما كان في تسجيل مواقف تصريحات نعم الزيارة برأيه هي عملية جز نبض ومحاولة استكشاف إيرانية للتحول المحتمل أو المرتقب في السياسات التركية الإقليمية تركيا في الأشهر الأخيرة بدأت مسار جديد في سياستها الخارجية مع العديد من الدول الإقليمية والعربية أظن أن هذه المسألة هي التي الآن تقلق طهران وتدفعها للتحرك بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر